السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم أمميار لتفسير الأحلام بشكر جدا جدا كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معايا في القناة أحبتي في الله يريد تشتركوا معايا أكتر وتتواصلوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى أحبتي في الله النهاردة هنتكلم عن رؤية المطر في المنام علامة يدل رؤية المطر في المنام الرؤية هنا للجميع للبنت وللرجل وللمرأة وللشاب الأعزب للجميع الرؤية بعد كده أقولها بالتفصيل للجميع برضا علامة تدل ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسولنا بالنسبة رؤية المطر في المنام يدل على إيه بالنسبة دي بشارة جميلة جدا للرأي للرأي بشارة جميلة جدا دي دلال على الخير والسعد والهنى وراحة البال اللي هيشوفها الرأي في المنام يعني لو كان الرأي مديون ان شاء الله بإذن الله سوف يصد دينه وإن كان عنده هموم أو مشاكل ستزول بأمر الله تعالى وإن كان عنده أي مشاكل عاطفية أو كان عنده مشاكل فيه زواجه أو فيه خطبته ان شاء الله بإذن الله تعالى ستزول هذه المشاكل بأمر الله تعالى وكمان لو هو كان بيتمنى أي شيء الرأي كان بيتمنى أي شيء من الله أي دعوة كان بيتمنيها من الله سوف تحقق بأمر الله تعالى رؤية المطر بيتدل على الخير والرزق والسعادة وروحة البال وسداد الديون والفرج القريب العاجل بأمر الله تعالى وكمان يعني رؤية المطر ممكن لو إنسان عنده حد مسافر برا في سفر إن شاء الله بإذن الله هينول إن هو هيشوفه قريبا بأمر الله تعالى رؤية المطر من الرؤية الجميلة جدا في المنام بشكركم جدا على حسن استماعكم لي وأرجو المشاركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة